اهلا بكم مشاهدين وتاني فقراتنا في نهاركس عيد وقلنا في المقدمة ان احنا هنتكلم عن البورصة المصرية اللي حققت اعلى ارتفاع ليها في العشر سنين اللي فاتوا يوم الخميس اللي فات 26 يناير بعد عيد طورة 25 يناير عطول واحتفالنا بيها هنتكلم عن البورصة واجمالي اربحها الفترة اللي فاتت لانها وقفت على رجليها الحمد لله نسبيا بعد الاحداث اللي حصلت وانه الحمد لله لا والخافي كانوا اخد اجازة شوية وانه الارتفاعات في البورصة كويسة ومبشرها يكون معنا استاذ احمد العاطيشي مدير للتصمار بالبورصة هنتكلم معاه في تفاصيل البورصة في الاسبوع اللي فات صباح خير فهمت صباح خير احمد العاطفي صباح احمد العاطفي يا ترى عايزين نعرف من حضرتك ايه اخبار المؤشرات في فترة اللي فاتت وإيه حكاية اعلى ارتفاع في العشر سنين طبعا مبدئيا كان الاسبوع اللي ماضي كان افضل اداء باعتبره في اداء البورصة من زمودة كبيرة جلسة الخميس اللي فاتت جلسة جيدة جدا طبعا كان يوم الاربع كانت اجازة وبنسبة عيد الصورة كان كل المتعاملين في السوق تقريبا في شهر يناير كانوا متخوفين من اليوم دوت واعتقد مش المستثمرين بس في البورصة كانت كل الاجواء كلها في مصر كانت متخوفة من يوم 25 يناير ايه اللي ممكن يحصل في مصر ساعتها بواجهة عام طبعا كان اليوم طبعا عيد الصورة عد يعني كان جيد ده انعكس ايجابيا على الاستثمار في البورصة عندنا وكان واضح اصلا كان فيه مؤشرات ان اليوم دوت هيعدي كان جيد لان كان فيه شراء من قبل المؤسسات الاجنبية في البورصة تقريبا من اول اسبوع في شهر يناير فالشراء القوي دوت كان بيعكس ان فيه امور ايجابية ممكن تبقى موجودة سواء على المدى القصير او على المدى المتوسط وده انعكس اداءه عندنا في السوق في البورصة في خلال اسبوع الماضي تحديدا كان ارتفاعات كان جيدة جدا يوم الخميس الماضي انا بعتبره كل متعاملين في السوق بنقول انه من افضل لحظات البورصة في خلال يمكن عشر سنين ارتفاعات قوية جدا حصلت في جلسة الخميس مدفوعة من قبل المؤسسات الاجنبية اسعار الاسهم ارتفعت بقوة حتى في جلسة الخميس ادارة البورصة وقفت تداول على السوق نص ساعة لما مؤشر ايجا كسمية حق ارتفاع خمسة في المية تقريبا كل الكلام دوت انعكس ايجابيا طبعا على حالة الاداء الموجودة برضو من انساش ان تاني بقى يوم الجمعة كان في عندنا شهادات الاداعة الدولية بتتداول في بورصة لندن برضو حققات ارتفاعات يعني حتى هو لو اتكلمنا ننتظر ان كمان ارتفاعات دي تتواصل مثلا في جلسة النهاردة او في جلسة هذا الاسبوع عموما البورصة هي بتعكس الحالة السياسية والحالة الامنية الموجودة في البلد عموما برضو من انساش ان حتى من اول يناير لحد نهاية يوم الخميس اللي فات البورصة حققات ارباح 22% وده هو اترقم كويس جدا يعني من اول يناير لحد الخميس ارتفاعات متوالية موجودة في السوق ارتفاع في قيمة تداول كان من شهر ديسمبر كانت قيمة تداول في حد 150 مليون جنيه 200 مليون جنيه يوم الخميس اللي فات قيمة تداول وصلت 600 مليون في خلال سبوع الماضي برضو سبوع الماضي مكانتش خمس جلسات كانوا أربع جلسات بس لأنه كان عندنا أجازة يوم الأربع اللي فات طب يعني ماذا المدى للبورصة استردته من الانخفاض السابق يعني احنا برضو بنتكلم ان احنا قردي او بالفعل غاد دلوقتي احنا عندنا مشكلة ان احنا نزلنا المؤشر نزل نسبة كبيرة جدا فالاسترداد ده 22% حوالي قد ايه من اللي احنا البورصة منذ أحداث الثورة 2011 حتى نهاية عام 2011 كانت خسرنا تقريبا 50% تمام ده 50% 49 وفواصل يعني 50% بالزبط بالزبط ده ترجمة المؤشر ايجيكس 30 تمام يعني حوالي كم مليار او في بداية السنة دي اللي احنا بنكلم فيها ديت خلاص البورصة حققت من 50% من المؤشر وصلت 22% ارباح يعني احنا تقريبا عربنا نحقق ارباح نصف المئة نعوض نصف المئة من الخسارة اللي احنا خسرناه في العام الماضي الجزء برضو الاهم ان ارتفاع قيم التداول وارتفاع المؤشر بيأثر على قيم القيمة بالمليار يعني القيمة السوقية للسوق وصلت قد ايه يعني احنا تبا هي القيمة السوقية كانت كام ووصلت كام بالزبط تمام احنا في جلسة يوم الخميسة اللي فات كالتو عدد وصلت القيمة السوقية للسوق المصري 334 مليار كانت من قبل بقى الصورة وفي تدعيات من يناير الفات كانت القيمة السوقية في السوق المصري كانت تواصلت 550 و 600 مليار كانت في السنة اللي فاتت لكن من بعد أحداث الثورة اللي حصلت طبعا حصلت نهيار قوي في السوق نهيار قوي لكل المؤشرات الموجودة سواء مؤشر اي جيكس 30 اي جيكس 100 اي جيكس 70 كل دو ابتدى يتحرك نسبيا منذ بداية العام هذا العام بواجهة عام احنا شايفين طالما في حركة من قبل المؤسسات الأجنبية ابتدت تتحرك في السوق المصري وابتدى بعديها بعض المؤسسات المصرية والعربية ابتدت تدخل في السوق فده بيبقى اندكيشن ان المرحلة القادمة ممكن يبقى فيها استقرار انه في توقعات بالاستقرار بعد حوالي 6 شهور يعني منقولش بقى ال 6 شهور جايين على فكرة الخسارة اللي احنا خسرناها في سنة كبيرة على فكرة ممكن في الاستقرار اللي احنا موجودين فيه دايوة الامني والسياسي لو حصل الاستقرار والهدوء النزوي موجود ده اللي اخسرناه فعلا في سنة ممكن يتعوض في شهرين ثلاثة يعني مش لازم نستنى سنة بحالها طب استاذ احمل هقول لحضرتك حاجة في مشكلة كبيرة عند كثير من المصريين ان هم شايفين انه اختارة مع الثلاث دنيا وانه الدنيا يعني استمرار التظاهرات والخروج وده بيعمل مشكلات كبيرة جدا انا عايز اعرف يعني ارتفعت البورصة ازاي في ظل انه كان فيه تظاهرات في الشوارع يوم 25 يناير مع اختلاف الناس انه لا احنا مش نازلين نحتفل احنا نازلين مصممين على مطالب الثورة اللي متحققتش والجو برضو كان معبأ وناس كتيرة كانت قلانا انه بيقولوا يا رب اليوم يعدي على خير فاحنا بس يعني حضرتك وضح وضح لنا البورصة مرتبطة ازاي بالاحداث السياسية وايه اللي ممكن يخليها ترتفع وايه اللي ممكن يخليها تنزل بغض النظر عن الثورة عشان بس ايه الثورة ما تبقاش متهم في حاجة هي مش طرف فيه تمام الاولا شكل المظاهرات كانت مظاهرات سلمية او مسيرات سلمية ما حصلتش احداث عنف موجودة فيها فدوت كانت مخليها الحالة الموجودة الامنية في البلد اه كان فيه شد موجود لكن كانش فيه عنف موجود عندنا في السوق دوت انعكس ما ننساش برضو امر مهم ان برضو كان فيه قرار لغاء حالة الطوارئ الا طبعا بنتكلم على البلطجة دوت برضو مؤشر طبعا ايه ان هو فيه فكرة تقييد الحريات والافكار اللي احب نتكلم بها المتعلقة بحالة الطوارئ ديت ديت بتدي مؤشر برضو للمستثمين كلهم ان حتى لو كان فيه فكرة تسليم سلطة وفكرة انتقال السلطة بطيئة لكن هي ماشية بوتيرة وابتدت فيه بعض الاصلاحات بتبقى موجودة في البلد جزء التاني برضو المهم ان احنا برضو شايفين ان الجو العام في البلد ما بقاشش فيه احداث عنيفة في خلال الشهر الماضي دوت انتخابات مجلس الشعب بعدت بأمان احنا بنتكلم اه يا احنا بنتكلم الاسبوع اللي فات فيه احداث كتير اول جلسات مجلس الشعب اختيار رئيس مجلس الشعب عيد الصورة انهاء حالة الطوارئ مستحيل كل الحاجات دي كلها متنعكس ايجابيا على سوق المال طب هالمتوقع انه بداية انتخابات مجلس الشعب النهاردة تبقى تبقى برضو حافز واشيء يعني مؤشر انا شايف انه هو الاقوى مش موضوع انتخابات مجلس الشعب هو مؤشر طبعا جيد لكن انا شايف الاقوى ان الاحداث الايجابية برضو اللي حصلت عندنا في مصف خلال السبوع الماضي هي هتنعكس علينا وبرضو يوم الجمعة اللي هي اول امبارح برضو كنا بنتكلم على مليونية واحتفالية وبعض بيقول مظاهرات ومسيرات لكن انا انا متكلمناش ان فيه مثلا مفيش مثلا شهداء حصلوا مفيش مشاكل كبيرة حصلت كل دوات ينعكس علي السوق لجانب ان احنا شايفين برضو ان الشركات بقى المكادرة في السوق من انساهاش يعني هذه شركات لها حجم وليها السوق الكبير يعني فيه اخبار ايجابية على بعض الشركات زي قراصكم تلكم زي قراصكم الانشاء والصناعة لو بالزبط انك كنت عايزة على مؤشر ايجي اكس 30 بالذات لانه شهد ارتفاع ملحوظ جدا والاسهم الكبرى في شهد ارتفاعات عالية بالزبط لو بنكلم على ايجي اكس 30 المؤشر دو مدرج عليه 30 شركة مدرجين في السوق المصري شركة زي قراصكم الانشاء والصناعة الوزن رقم واحد على المؤشر كان اداءها جيد في خلال تعاملات الاسبوع الماضي قراصكم تلكم الوزن برضو التالت عندنا في المؤشر كان اداءها جيد مدفوعا ان كان عندها مشكلة في وحدتها الموجودة في جيزي برا في الجزائر وابتدت المشكلة دي تتحل دو تنعكس برضو ايجابيا على السوق برضو فصل شركة قراصكم تلكم اتفاصلت الى الشركتين قراصكم تلكم تتبعها اللي هي مشتريها شركة فنبيلكم في روسيا وفي بقى قراصكم الاتصالات والتكنولوجيا اللي هي بتملك وحدة مبنيين عندين هنا في مصر الجو العام دو والشركات دي لما ابتدت بموجودة ومستثمرين الاجارب المتوجدين على هذه الشركات بقوة ابتدى دو الارتفاع الموجود عندنا على المؤشر ايجيكس 30 زي الشركات الموجودة على ايجيكس 30 عندنا مؤشرات تانية ايجيكس 70 وايجيكس 100 عموما كل دو بقى حالة تفاقل موجودة في السوق كل المستثمرين حتى اللي كان عندهم عمليات الخوف الموجودة في السوق انتهت من انزاج المؤشر حتى عندنا ايجيكس 30 لما وصل لمنطقة 3600 عندما كان يتدول بها في اول العام ده كان اقل قاع ليه في المؤشر منذ سنوات يعني كانت الاسهم او المؤشر خاصة وصل لأقل قاع فيه من سنين يعني تقريبا من 2008 او 2007 كان القاع دو كان مهم جدا عندنا حتى النازم مستثمرين اللوجيك كده بيتكلموا مع بعض في شركات يقول احنا نما هنبيع الاسهم بتاعتنا هي هتروح فين تاني اقل من كده يعني الاسهم كان بتتدول اقل من القيمة الاسمية لها اسهم كان بتتدول اقل من القيمة التفترية لها الخسارة اللي حقوا المستثمرين اللي صبروا عليها كانت خسارة كبيرة فكان طبيعي مستثمر النهاردة لو بيتعامل في السوق مثلا بمئة الف جنيه وشاف محفظته بعشرين خمسة وعشرين الف جنيه وكانش عنده استعداد ان هو يضحي هيقولك انا خسرت المبلغ ده كله لازم انا هزبر تاني عشان السوق يرد تاني طب هو اي جي اكس تلاتين كسب حوالي قدقين يعني من اصله كان كسب مع النهاردة اي جي اكس تلاتين من اول العام لحد جالس يوم الخميسة اللي فات كسبان تقريبا 22% ودوت امر جيد جدا هو النهاردة بيتداول نهاردة المؤشر الرئيسي نهاردة المؤشر الرئيسي وهو النهاردة يوم الخميس كان اغلق المؤشر على منطقة 4430 ودهكت منطقة جيدة وانتوا شايفين ان هو مرشح ممكن يواصل السعود لمنطقة طبعا 4000 ممكن ارد 4500 اعطاك التمام ان هو يوصل هذه المنطقة لان اغلاقات يوم الجمعة في الجي دي ار بتؤاهل ان هو يمكن يوصل ل 4500 ويستقر عند هذه المنطقة في خلال هذا الاسبوع طب ايه المطلوب في الفترة القادمة علشان نستمر على هذه الارتفاعات في المؤشرات يعني اولا في حاجات كتير مطلوبة اولا بالتكلم على المستثمرين المتعمين في السوق انه هما لو حصل اي تصحيح في السوق في وسط هذه المرحلة ان هما ميحصل لهمش عمليات خوف وعمليات بيع لان طبعا اي عملية سعود للمؤشر لازم بيعقبها عمليات بنول عليها جني ارباح بسيط او مجات بسيطة الجني الارباح بتدفع المؤشر الثاني لسعود حالة الاستقرار الموجودة عندنا في مصر عموما هي تنعكس ايجابيا على البورصة المصرية احنا مستنين برضو ان سندين الاستثمار تبتدت دخ اموالها وتبتدت تخش عندنا في السوق شايفيني الاسعار اللي موجودة فعلا حقيقة دلوقتي لو بنكرم على استثمارات طويلة الاجل بواجه عام لو حتى مؤسسات لو بنقول مؤسسات المصرية الحكومية والغير حكومية بواجه عام لو عملت مراكز مالية من الاسعار الموجودة دلوقتي للاستثمار انا شايفها تبقى اقوى من الاستثمار فؤزون الخزانة والسندات اللي بتتجي بليها المؤسسات والبنوك تقريبا من 6-7 شهور حتى الان طيب دكتور اشرف الشرقوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريح خاص لاحدة الجرائد قال انه الهيئة يعني قامت بالسماح للبورصة بتسهيل اجراءات توفيق الاوضاع للشركات المشتوبة ده جي بعد ما تلقوا طلبات من عدم الشركات اللي بيتم تداول على اوراقها المالية من خلال قلية الاوامر زي الشركات اللي اتشاطبت من سوق داخل المقصورة واصبح التداول على اسمهمها من خارج المقصورة وعايزة توفق اوضاعها لاعادة القيد في البورصة حسناك ممكن توضح لنا الجزئية دي عشان هي صعبة حقا هي عملية فنية طبعا كان في السنة اللي فاتت خلاص كان فيه شركات تم شطبها من البورصة المصرية واحنا مش هنقول كمان ده في 2011 الشركات دي حصلت في 2010 تم شطبها لان بعض هذه الشركات مستوفتش حاجة اسمها قواعد القيد في البورصة المصرية قواعد جديدة كانت عملتها البورصة تتعلق بالنسبة مثلا التداول الحرة 10% تتعلق بامور متعلقة بارباح هذه الشركات تم شطب هذه الشركات وكانت الشركات دي تخطى عددها في حدود 25 شركة طبعا لما تم شطب هذه الشركات عملية بانك للمتعملين في السوق ان يحملوا هذه الاسهم مش عارفين يبعوها من خلال البورصة وتم البيع دوات من خلال سوق اللي هو خارج المصورة او من سوق الصفقات وطبعا دي كانت مشكلة كبيرة جدا انا عندي ساهمة عشان ابيعوه لازم ادور على حد في السوق وروح ادور على شخصية هي اللي هتخش تشتريها وبروح شركة صمصرة وبنعمل عملية ايه اللي هي بروح السوق خارج المصورة او في الصفقات ودي طبعا كانت مشاكل كبيرة جدا للمتعملين بعض الشركات حقيقي وفقت اوضاعها والبعض الشركات لم توفق اوضاعها طبعا بقت فيه مشكلتين دلوقتي المتعملين الموجودين في السوق كمستثمرين عدم توفيق الأوضاع السيولة بتاعتهم اتحبست لو بنتكلم بقى بلافظ السوق اتحبست في هذه الشركات وبقت عندهم أسهم لكن هم مش عارفين يتخلصوا أو يبيعوا هذه الأسهم وكمان مستثمرين تانين ممكن عايزين يشتروها ومش عارفين يشتروها برضو شط بهذه الشركات قلل القيمة السوقية للبورصة المصرية وقلل عدد الشركات المقيدة في السوق المصري فكرة دكتور أشرف الشرقاوي أنه هو عايز يخلي الموضوع أكثر مرونة يبقى هو بيساعد الشركات أنها مثلا كان مطلوب منها مثلا أربع بنود أو خمس بنود أنه ما مستوفوش هذه البنود ممكن هيبتدي النهاردة فيه مرونة في هذه البنود لو استوفوا مثلا بندين ثلاثة ويبقى فيه تعاهد في خلال ثلاثة أو ست شهور من التدول في البورصة أو عادة القد في البورصة توستوفوا هذه الشروط يبقى دوها تفتح كده هو تحكتين المستثمرين اللي كانوا موجودين جوها الشركات دي هيقدروا يبيعوا الأسهم بتاعتها لما يدم قدها وإدراكها في البورصة المصرية تاني حاجة كده رفع القيمة السوقية للسوق عندك لأنه يبقى سلع جديدة أو منتجات جديدة أو لو بنكايمة على الشركات تأيدت يبقى الشركات دي ارتفعت قيمة التدول الموجودة عندنا هترتفع ممكن القيمة السوقية في حالة ارتفاع هذه الشركات كل الفكرة دي عموما هي بنقول دي إشارة بقى إيجابية عادة قيد هذه الشركات لكن على طرف التاني إن الشركات نفسها لازم تكون متافقة مع هذا الإجراء ولازم تكون متعاونة المفاجأة إن بعض الشركات كانت موافقة تماما إنها يتلغي قدها في البورصة يعني فيه شركات تم شطبها لكن الشركات قالت إحنا موافقين إن إحنا نتشطب وده كان قدر بفكرة صغر المساهمين ومن خلال الفكرة دي كان لازم صغر المساهمين يعني إحنا بنكلم بقى في التشريع وبنكلم في مجلس الشعب القادم عايزين يبقى فيه دور لصغر المساهمين الموجودين في السوق عايزين يبقى ليهم القانون يحفظهم أكتر من القانون اللي إحنا بنعتبره قديم بتاع قانون 95-92 دوت ناقص فيه صغرات بتتواجب العصر اللي إحنا موجودين فيه دوت إن الصغرات ديت لازم تتحل لصغر المساهمين في البورصة المصرية طب حضرتك شايف مدى نجاح إدارة البورصة الحالية في إن هي تسير الأوضاع الحالية في مصر خصوص إنه رفضوا اتخاذ أي إجراءات استثنائية حضرتك شايف هل إحنا في نجاح إدارة البورصة الحالية ناجحة في اتجاهها دلوقتي أولاً اللي بيمر بينا في مصر من 2011 بداية 2011 حد الموجود فيه ده أمر لم يمر لنا تقريباً في التاريخ الحديث وبناء على الجيل اللي إحنا موجودين فيه إدارة البورصة تغيرت أكتر من مرة من 2011 حد الآن طبعاً كانت بدايتها كان موجود دكتور خالد سريسيوم ودوقت بعد جهاز محمد سليام ودوقت دكتور محمد عمرون بواجه عام إدارة البورصة بتحاول تتحرك مع الأحداث الموجودة فيها طبعاً من أهم الحاجات اللي كانت نجحت فيها في 2011 اللي هي عملت بعض الإجراءات الاحترازية المتعرض اللي هي تتعرض بنسب الارتفاع في السوق ونسب الهبوط وجزء المهم جداً اللي كانت لغت آلية السيم دي الشراء والبيع في ذات الجلسة ده هو تساهم إن الخسارة بتدت تقل في السوق أنا شاف من وجهة نظري طالما فيه استقرار موجود وبتدت ملامح الاستقرار موجود بعد الإجراءات الاحترازية اللي كانت أعلنت عنها قدرت البورصة سابقة ومازالت شغالة حتى الآن عايزين يبقى فيها أكثر مرونة تتغير بناء على الأوضاع الموجودة جديدة يعني آلية مثلاً الشراء والبيع في ذات الجلسة ده كانت اتلاغت تقريباً منذ أحداث الثورة حتى الآن أنا شاف إنها لو رجعت دلوقتي هتبقى قيمة مضافة برضو للسوق هتساهم برضو للحرية الدخول وخروج الأموال للمستثمرين هترفع قيم التداول عندنا الشركات السمصرة وتداول أوراق المالية عندنا في السوق بيتعاني وعندها مشاكل نظراً لنخفاض قيم التداول أنا أعتقد أن الإجراءات الاحترازية في خلال الربع الأولاني من هذا العام لو ظل الاستقرار الموجود في السوق المصر كده أعتقد أن الإجراءات الاحترازية ده ممكن أن تبتهي تتلغي ونرجع للإجراءات الأديمة اللي كونا موجودين فيها قبل كده ستاز أحمد القطيفي مدير الاتثمار بالبورصة نورتنا أفندي أهلا نساء الله شكراً شكراً يا رب دايماً بورصتنا ممكن يشوفنا على اليوتيوب شانيل بتاعتنا نهارك سعيد كلمة واحدة باللغة الإنجليزية وبدل العين رقم 3 باللغة الإنجليزية أو تتواصلوا معنا على تويتر أو على الفيسبوك جروب بتاعنا لاتنين نهارك سعيد لكن هنسبكوا دلوقتي مع تقرير من تقاريرنا من قاعدة حسين بالجامعة القاهرة زارة كاميرا نهارك سعيد قاعدة حسين بالمكتبة المركزية بالجامعة القاهرة وللتخدم الطلاب المكفوفين ضعاف البصر وضعاف البصر التفاصيل في التقرير التالي نشوفه ونرجع نكمل فقراتنا في نهارك سعيد تابعوا